حماية كوكب الأرض ومواجهة تغير المناخي ووضع برامج وحلول مخترحة لوقف انبعاثات الغازات الضارة بالكوكب سياسة اعتمدها الرئيس الأمريكي جو بايدن وبدأ بالفعل في تنفيذها في هذا الإطار تقدم الحزب الديمقراطي بمشاريع قوانين عدة إلى الكونغرس لحث المستهلكين على التوجه نحو الطاقة الصديقة للبيئة من ضمن مساعي الإدارة الأمريكية للحد من التغير المناخي وضمن سياسة الإدارة الأمريكية أعلنت وكالة ناسا البدأ في بناء مرصد الأرض الجديد للمساعدة في توفير المعلومات اللازمة للمساعدة في حماية الكوكب فكيف سخرت الولايات المتحدة إمكانياتها في مجال الفضاء للحد من التغير المناخي وما هو مرصد كوكب الأرض الذي تبنيه ناسا الولايات المتحدة تتخذ خطوات واسعة على طريق مكافحة التغير المناخي سياسات لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بأربعة أضعاف والاتجاه نحو تقليص الاعتماد على الغاز في قطاعي الكهرباء والنقل والتوقف تماما عن استعمال الفحم في محطات التوليد الهدف هو الإقلال بنسبة 50% من الانبعاثات الكربونية في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 وتحديث أنظمة المياه والنقل والبنية التحتية للطاقة العالم الذي يواجه المزيد من الكوارث الطبيعية بسبب ارتفاع درجة الحرارة قد يواجه ما هو أسوأ ما لم يخفض عوادمه في غضون عشر سنوات وصفها العلماء بالحاسمة في عمر الكوكب كانت هذه رسالة جو بايدن أمام قمة المناخ التي شارك فيها أربعون من زعماء العالم الرسالة ربما ساهمت في زيادة الوعي العام بالشارع الأمريكي بخطورة الظاهرة استطلاع حديث كشف أن ثلثي الأمريكيين يرون أنه ينبغي على الإدارة بذل المزيد من الجهود في مواجهة التغيرات المناخية كندا واليابان وكوريا الجنوبية قدمت كل منها تعهدات جديدة خلال قمة المناخ لكن في المقابل لم تخرج القمة بأي تعهد جديد من جانب الصين والهند التي تطلقان الكمية العظمى من الانبعاثات في هواء العالم الحزب الديمقراطي قدم مشروعات قوانين جديدة أمام الكونجرس تعنى بتغيير قوانين ولوائح الضرائب الأمريكية بهدف منح المحفزات المالية الكبيرة للمستهلكين لحثهم على شراء السيارات الكهربائية وتحويل أنظمة المنازل من التسخين بالنفط والغاز إلى العمل بالطاقة الشمسية لكن هذه التحركات قد تواجه انتقادات قوية من جانب معارض الإدارة الأمريكية الذين يتساءلون عن جدوى اتخاذ خطوات مؤلمة في جانب من العالم بينما لا يتورع آخرون عن مواصلة السياسات الضارة بالبيئة كما يعارض الجمهوريون إنفاق المزيد من الأموال الحكومية الضخمة على مشروعات الطاقة المتجددة ويرون أن السياسات الجديدة ستؤدي إلى خفض الوظائف في وقت يعاني فيه الأمريكيون بسبب جائحة كورونا الإدارة الأمريكية تحاول إقناع أصحاب هذه الأصوات بقبول التحولات الاقتصادية الجديدة على وعد بأن صناعة السيارات الكهربائية وبناء المنازل الموافقة لحلول الطاقة النظيفة سوف يخلق المزيد من فرص العمل الجيدة فلا توجد وظائف لأحد على كوكب ميت من ضمن مساعي الإدارة الأمريكية للحد من التغير المناخي وما يتسبب به من كوارث طبيعية أعلنت وكالة ناسا البدء في بناء مرصد الأرض الجديد فما هو هذا المرصد وكيف يعمل؟ هو منصة مراقبة جديدة في الفضاء تسعى ناسا من خلالها إلى توفير معلومات أساسية تدعم الجهود المتعلقة بتغير المناخ وقضايا بيئية أخرى من المتوقع أن يتم إطلاقه بحلول العام 2029 المرصد متألف من خمسة أقمار صناعية تعمل بشكل متكامل لإنشاء عرض ثلاثي الأبعاد وشامل للأرض من حجر الأساس إلى الغلاف الجوي ما سيوفر فهما غير مسبوق للمناخ حسب الوكالة الأمريكية تشبل مجالات تركيز المرصد على معالجة أكبر مصادر عدم اليقين في التوقعات المستقبلية لتغير المناخ والتنبؤ بجودة الهواء والطقس القاسي والجفاف من المتوقع أن يساهم المرصد أيضا في فهم تغير المناخ بما يتعلق بتأثيره على الغذاء والزراعة والإسكان والموارد الطبيعية عبر الإجابة على أسئلة تحير العلماء بشأن تدفق الغازات والطاقة في طبقات الكرة الأرضية وبين بعضها البعض كما سيعمل المرصد على التحديد الكمي لأن ماضي مستوى سطح البحر وفهم المناظر الطبيعية بما يساعد على التنبؤ بالكوالث وفهم ديناميات الزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية وغيرها نضم إلينا من أونتاريو كندا روبرت ماكلمان البروفيسور المختص في الدراسات البيئية من جامعة ويلفريد لوريه الكندية وانضم إلينا جابرييل فيليبلي أستاذ العلوم الأرض والبروفيسور في جامعة إنديانا الأمريكية مرحبا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد روبرت هل كل ذلك ممكن فعلا وفي أفق قصير 2029 نعم أعتقد أن معظم الأجهزة التكنولوجية لتحقيق ذلك موجودة بالفعل والتحدي يتمثل في إطلاق هذه الأقمار الصناعية إلى مداراتها وإلى مواقعها الصحيحة كي تبدأ في جمع البيانات هذا ممكن أن يتم في الفترة الزمنية التي تتحدث عنها سيد جابرييل الآن الحاجة يعني ما مدى إلحاحها كنا نعتقد نحن كمتابعين بأن الأقمار الصناعية الموجودة محطة الفضاء الموجودة كل ذلك يوفر بيانات كافية عن الأرض لأننا الآن انتقلنا إلى مرحلة استكشاف الكواكب الأخرى لماذا لم يكن هذا المشروع أبكر من الآن من المدهش أننا نعرف أكثر عن سطح القمر أكثر من عن سطح الأرض أو هناك الكثير من الأقمار الصناعية مهمتها النظر على الأرض وفحص العمليات على سطح الأرض مثل الثلوج الغابات الزراعة عدم التوازنات البيئية هناك أماكن نائية ليست لدينا فيها مجسات أو أجهزة مراقبة صحة الناس في هذه المناطق مهمة طبعا سيد روبرت المحددات التي تعمل عليها وكالة ناسا تشيب أن هذا المشروع سيكون محتاطا للأرض كلها بقياس مناخها قياس طبيعة الطاقس توقعات التي تنتج عن كل ذلك هذه المعلومات أو هذا الكم الهائل من المعلومات من سيعالجه؟ أمل أن العلماء في أنحاء العالم والحكومات ستستفيد من هذا المشروع إحدى الأشياء التي لحظتها هي أن هناك تعاون مع حكومة الهند وبرنامج الفضاء فيها أيضا أملي أن يتم توزيع هذا بشكل صحيح وأمريكا فعلت ذلك في الماضي بحيث نستطيع أن نستخدم المعلومات لمساعدة المزارعين كي يقوموا بأزراعة وإتخاذ الإجراءات المناسبة والنظر على تشكيل العواصف قبل أن تحدث وأن تكون هناك أجهزة إنذار. هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها معرفة كيف تعمل أو كيف يعمل كوكب الأرض وكل هذا لتحسين جودة حياة الناس سيد جابريل في 2029 سيكتمل بناء مرصد الأرض هذا من قبل ناسا هناك دعوة إلى استخدام الطاقة النظيفة لكن رغم ذلك وحتى وفق أكثر المتفائلين في 9 سنوات لن يكون العالم قد تحول ولا حتى ثلث العالم قد تحول إلى الطاقة النظيفة بالدرجة التي تجعل هذا المرصد الأرض قادرا على التكامل مع الاستخدام الموجود في الأرض للطاقة بالتأكيد هذا يجعل العلوم أفضل وأنت أشرت إلى نقطة هامة وهي اتفاق باريس للمناخ وأن له أهداف أحد الأهداف تخفيض التلوث الكربوني بنسبة 50% بحلول الوقت الذي يتم فيه إطلاق هذا المشروع في نهاية العقل إذن هذا ليس موقف ننتظر فيه العلماء أن يتصرفوا نحن نعرف العلم وعلينا أن نتصرف الآن ما سيفعله القمر الصناعي هو إضافة أدوات أخرى غير متوفرة لنا وبالتأكيد نستطيع حماية السكان وصحة البشر ما دامت هذه المسألة مترابطة وهي صحة الكوكب صحة البشر يعني الحد من خطورة هذا التغير المناخي سيد روبرت فهل ستكون كل هذه الإمكانات مرصودة في البداية لمن يقدر عليها الولايات المتحدة ناسا ربما كندا حيث أنتم يعني البلدان التي لديها فقط القدرة البلدان الفضائية إن شئت التعبير هذا سؤال جيد لأن وجود المعلومات العلمية شيء ووجود سياسيين مستعدون للتصرف على أساس هذه المعلومات هذا شيء آخر وناسا كانت تتحدث عن التغير المناخي ربما لخمسين عاما الآن والمعلومات تتحسن من ناحية الجودة والدقة ولكن ما رأيناه هو أن الاهتمام السياسي في العمل على هدي هذه المعلومات اختفى من حكومة إلى أخرى أنت على حق العلماء يقولون يجب أن نتصرف الآن ولكن السياسيين أحيانا يحتاجوا إلى بعض التشجيع الإضافي لكن هل ستكون هناك مفاضلة ما بين دول ودول دول بإمكانها أن تستفيد من هذه المعلومات تتحول إلى طاقة نظيفة ودول أخرى ستبقى في نفس المكان لضعف إمكاناتها الاقتصادية والعلمية حتى بالماضي الولايات المتحدة كانت جيدة في التعاون مع الدول الفقيرة مثلاً الإنذار المبكر من المجاعة باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لمساعدة الدول في إفريقيا وأمريكا الوسطى لإعداد نفسها للجفاف أمريكا استعدت لمشاطرة المعلومات والتعاون مع دول أخرى وأنا متفاعل أن هذا سيحدث بالنسبة للبيانات التي ستجمع سيد جابريل من بإمكانه فعلاً أن يدفع قدماً باتجاه أن تكون هذه السياسة عامة ملزمة يعني لا نجد تأثيراً قوياً لإطار دولي وحتى إذا وقع الإدارة السابقة الأمريكية على سبيل المثال انسحبت بكل بساطة من اتفاق باريس للمناخ الذي أشرتهم إليه قبل قليل فما الملزم الذي سيجعل هذا العالم كله يتجانس يذهب في اتجاه هذا الطريق لأنه هو الأسلم للكوكب أرى أنفسنا عند نقطة التحول هناك نشطاء في مجال المناخ يدفعون في هذا الاتجاه العلم واضح نعرف أننا عندما نبث الكربون في الجو فإن درجة الحرارة ترتفع وهذا يؤثر على درجة الحرارة التلوث ارتفاع منسوب البحر ولكن وصلنا إلى نقطة لا نرى هذا نظرياً في النظام العالمي بمعنى في الارتفاع في درجة الحرارة ولكن نرى هذا في المواقع والأماكن التي تتأثر لو رأيت النيران والحرائق والتي تعود جزئياً إلى التغير في المناخ فإنك أيضاً ترى فيضانات كبيرة تؤثر على السكان وعلى منسوب الأمطار أيضاً هناك دمار على المستوى المحلي والقومي الدول يفترض أنها تحمي مواطنيها والآن حان الوقت كي نعمل على إيقاف التغير المناخي الذي يلحق الضرر بنا ولا يوجد سبب يدعونا إلى التأجيل والانتظار العقد القادم يجب أن نتصرف حتى قبل إطلاق القمر سيد روبرت هناك فهم لدى البعض أن المدافعين عن البيئة الخضر كما يحبون أن يسموا دائماً الداعين إلى طاقة نظيفة لا يكترثون لفقدان ملايين من الناس حول العالم لوظائفهم لمصادر قوتهم أيضاً بأن هؤلاء الذين يدافعون عن البيئة لديهم نظرة وردية للأشياء لا ينظرون إلى واقع الناس حاجتهم الاقتصادية التي تفرض عليهم أن يعملوا في مجالات قد تكون طاقوياً غير نظيفة هذا تحدي وأنت على حق ولكن عندما ننظر مثلاً على كندا التي تصدر النفط وترى نمو الوظائف فإن العمالة التي تتولد من قطاع الطاقة الذي لا يعتمد على الوقود الأحفوري هذا أسرع من المجالات التي تعتمد على الوقود الأحفوري ثانياً التكنولوجيا التي نحتاجها للانتقال إلى اقتصاد لا يعتمد على الكربون موجودة وأنتم ذكرتم في التقرير عن السيارات الكهربائية التي تصبح أكثر رخصاً في كل يوم والطاقة من الوقود الأحفوري فسترى أننا عند نقطة تحول في الاقتصاد نحن يمكننا مالياً أن نبتعد عن الوقود الأحفوري وأن نعتمد الطاقة المتجددة السؤال ما هو الضرر وما هي التكلفة على المجتمع ومستقبل الأطفال إذا لم نتصرف الحجة الاقتصادية الآن انتقلت لصالح الابتعاد عن الوقود الأحفوري كيف بإمكان هذه الهواجس أن تتبدأ سيد جابريل لدى من يخشون على وظائفهم وعلى أرزاقهم ويسهم الأمر أو بأي طريقة بإمكان هذه الجهات التي تحمل هذه الرسالة أن تساهم في إقناع هؤلاء بأن سوقهم مع الطاقة النظيفة ربما يكون أفضل نسمي هذا الانتقال التكيفي إدارة بايدن تمول الكثير من هذا والهدف ليس تسريح عمال النفط أو الفحم هذا ما نسميه انتقال منصف بعيدا عن الوقود الأحفوري وهذا يبدأ بوعد أساسي وهو أننا لا نقول أن ما تقوم به لكسب قوط يومك السيء ولكن أيضا لا نقول أن البلدة التي تعتمد على الفحم هي بلدة شريرة ولكن هناك حاجة للانتقال إلى منتجات أكثر سلامة لا يكفي أن نعطيهم وظائف فقط يجب أن نعمل للتأكد من أن هؤلاء الناس يحافظون على دخلهم وعلى كرامتهم وعلى حيويتهم أثناء الفترة الانتقالية هذا لن يكون سهلا ولكنه ضروري والخطوة الأولى أن نوضح نحن لا نحكم عليكم كأناس وإنما نفعل هذا للصحة المحلية والصحة العالمية جابريل فليبري أستاذ علوم الأرض والبروفيسور في جامعة هنديانا الأمريكية وروبرت ماكلمن البروفيسور المختص في الدراسات البيئية من جامعة والفريد لوريال كندية شكرا جزيلا لكما شكرا 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 يستعد البنتاجون بالتعاون مع وكالة الاستخبارات للكشف الشهر المقبل عن صور ومقاطع فيديو التقطها طيارون وواحدات من البحرية لأجسام فضائية غريبة ظهرت في سماء الولايات المتحدة لعقود بطلب الكونغرس ستعمل الإدارة الأمريكية على إطلاع الشعب الأمريكي على الظواهر جوية لطالما أثارت تساؤلات عن إمكانية وجود كائنات فضائية تراقب الأرض إلا أن السلطات في واشنطن تعسوها إلى أنشطة تجسس لخصوم البلاد وفق هذا الأمر تعمل وحدة من البنتاجون تابعة للبحرية الأمريكية المسؤولة عن دراسة هذه الظواهر بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات على إعداد تقرير للعامة يكشف ما بقي محاطا بالسرية لعقود عن هذه الظواهر برنامج ستون دقيقة تلفزيوني شهير استبق التقرير الاستخباراتي وأعد تحقيقا مصورا كشف أن البنتاجون يأخذ على محمل الجد هذه الظواهر لكونها تمس الأمن القومي الأمريكي لكنه سعى لتجنب ربطها بالكائنات الفضائية لتشجيع الطيارين على الإبلاغ عنها دون تعرض للسخرية أما الهدف هو أن يتولى الخبراء العسكريون والاستخباراتيون تحليل مقاطع الفيديو التي يصورها الطيارون وأن يحددوا طبيعة أكبر عدد ممكن من هذه الأجسام الطائرة معتمدين على تقنيات حديثة جدا كان البنتاجون نشر العام الفائت مقاطع فيديو صورها طيارون من البحرية الأمريكية تظهر رصدهم خلال الطيران ما بدأ أنها أجسام غريبة يعود تاريخ أحد هذه المقاطع إلى شهر نوفمبر من العام 2004 في حين أن المقطعين الآخرين يعودان إلى يناير من العام 2015 رغم أن البنتاجون لا ينشر أي من نتائج فحص هذه المقاطع لتجنب توفير معلومات لأي خصوم محتملين إلا أن الإبقاء على سرية هذه المعلومات يجعل منها مادة دسمة للمولعين بالكائنات الفضائية التي تزخر بها أفلام الخيال العلمي للاعتقاد بوجودها